أنيسي في صحتي وسلامتي الفاء مرحبا أعزائي الصغار اليوم نلتقي في وحدتنا الجديدة حيث سنتعلم معا من خلال مجموعة من الدروس الشيقة التي توضح المفاهيم التربوية الأساسية التي تجعل أبناءنا يتمتعون بدوام الصحة والعافية سلسلة وقائية ترشد أطفالنا إلى الطريق الصحيح نحو الحفاظ على البيئة ووقاية الجسم من الأمراض وكيفية التعامل مع الحيوانات الأهلية وطرق الحفاظ عليها وحمايتها دون المساس بصحتنا فهيا بنا مع حرف الفاء ونرى ماذا سيعلمنا ككل يوم من الأيام أفاقت فردوس باكرا غسلت وجهها وأطرافها بالماء والصابون ثم تنشفت وقفت أمام المرآة تسرح شعرها وبعد أن اجتمع أفراد العائلة على مائدة الطعام تناولت فردوس فطورة صباح ونظفت أسنانها فمن هنا يا صغاري نتعلم أولى مبادئ الصحة فلنجعل فردوس مثالا نحتذي به يمكن أن نجد حرف الفاء في ثلاثة مواضع أولا في أول الكلمة كأن نقول ثانيا في وسط الكلمة كأن نقول ثالثا في آخر الكلمة كأن نقول هاتف أنف صف هاتف أنف صف إلى اللقاء يا أصدقاء نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة سنرا شكرا ل hobby بحث